السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد النص الوظيفي الثالث من الوحدة الأولى في رحاب اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم ابتدائي البعد الإفريقي في الحضارة الإنسانية سنقرأ النص وسنجيب عن أسئلة الصفحات من 20-20-30 إذن نبدأ بالفقر الأولى ألاحظ وأتوقع إذن السؤال الأول أبين موقع إفريقيا جغرافيا إذن سنجيب ونقول تقع إفريقيا في وسط قارات العالم القديم يحدها شمالا البحر المتوسط وغربا المحيط الأطلسي وقناة السويس التي تربطها بآسيا والبحر الأحمر من الشمال الشرقي والمحيط الهندي من الجنوب الشرقي والشرق سؤال الموالي أقرأ العنوان وأتوقع تأثير إفريقيا في الحضارة الإنسانية إذن من خلال قراءة العنوان أتوقع أن يكون للقارة الإفريقية تأثير عميق في الحضارة الإنسانية سؤال الموالي أتأمل الصور وأتوقع علاقتها بعنوان النص إذن الصور لاحظوا معي قبل الإجابة إذن الصورة الأولى تبين أقرأ من الحضارة الإفريقية إذن أقرأ مزينة ومزركشة بمجموعة من الرموز التي بطبيعة الحال لها دلالات متنوعة بالنسبة للصورة الثانية لوحة تشكيليا لبابلو بيكاسو إذن فنان تشكيلي مشهور ثم الصورة الأخيرة الصورة الثالثة تجسد قناع إفريقي إذن الصور المرفقة للنص توضح العنوان وتشرحه البعد الإفريقي في الحضارة الإنسانية فالقناع كثقافة مميزة للحضارة الإفريقية إذن سيشكل تأثير مهم جدا في الحضارة الكونية الإنسانية إذن الآن سنقرأ النص البعد الإفريقي في الحضارة الإنسانية من أهم ما يميز الناس عن بعضهم بعضا في إطار الحضارة التي ينتمون إليها التقاليد والعادات التي استطاعوا ترسيخ أسسها على امتداد قرون من الزمان إلى درجة أن تلك العادات والتقاليد تصبح علامة مميزة لتلك الحضارة تجعل أهلها متصفين بصفات وسلوكات لا توجد عند غيرهم وتعتبر ثقافة القناع بألوانها الدافئة والكثيرة من أبرز ما يميز الثقافة الإفريقية في عمقها فالقناع كان ولا يزال وعلى امتداد حقب مغلة في القدم أهم عناصر الفن والإبداع التي ابتكرها الإنسان الإفريقي وعاش بها وعبر من خلالها عن حاجاته بل إن ثقافة القناع كان لها الأثر الكبير والواضح في أشهر الأعمال الفنية التشكيلية منها بصفة خاصة كما هو الحال لدى المدرسة التعبيرية والمدرسة التكعيبية التي ينتمي إليها الرسام الإسباني الشهير بابلو بيكاسو كما كان لثقافة القناع الإفريقية الفضل الكبير في إغناء عروض الكارنفال والاحتفالات الشعبية المختلفة في بلدان وسط القارة الأمريكية وجنوبها والجدير بالذكر في هذا الصدد أن الحضارة الإفريقية التي تميزت بكثير من الغنى والتنوع سواء على مستوى اللغات أو الأنواع الموسيقية أو الألبسة والأدوات والعادات والتقاليد تشتمل على عدد من الأقنعة المختلفة التي تعبر عن صور الحياة التي عاشها ويعيشها الإنسان الإفريقي وترتبط الأقنعة في الحضارة الإفريقية ارتباطاً كبيراً بالحيوان الذي يعتبر رمزاً لبعض الحالات والصفات التي يعبر عنها كل مجتمع بطريقته الخاصة ومن نماذج الأقنعة التي اتخذت صورة الحيوان قناع الجاموس الذي يرمز إلى القوة بالإضافة إلى أقنعة أخرى في شكل سقور وتماسيح وضباء وغيرها ومن هذه الأقنعة المتنوعة ما يرمز إلى النمو المزهر للمزروعات التي تم بها الإنسان الإفريقي كما توجد أقنعة تم فيها الجمع بين السمات البشرية والسمات الحيوانية أما الأقنعة المرتبطة بأماكن وجود الماء وهو المطلب العزيز في كثير من أرجاء القارة الإفريقية فغالبا ما تأخذ شكلا ماديا تجسده الحشرات أو الطيور التي تعيش جنب الأحواض والبرك المائية إن تنوع الأقنعة وكثرتها في التقافة الإفريقية شائع في جنوب القارة كما في وسطها وغربها وشرقها وشمالها كان ولا يزال شكلا من الأشكال التعبيرية التي وظفها الإنسان الإفريقي لتعبير عن حاجاته والتواصل مع محيطه بالإضافة إلى استعمالها وسيلة لاستحضار الأرواح الخفية والتواصل معها وهذا ما جعل هذه الأقنعة تكتسب شهرة عالمية كبيرة لدى الفنانين التشكيليين في مختلف بقاع العالم إذن بالنسبة للنص فهو مقالة ثقافية لكاتبها أشرف فؤاذ عثمان أدهم هو باحث مصري مختص في الحضارات الإفريقية إذن سنجيب عن الأسئلة نبدأ بالسؤال الأول أبحث عن شبكة مفردات الكلمة قناع إذن يمكن أن نكتب مثلاً مصرح مصرح احتفال احتفال إذن احتفال يمكن أن نكتب كذلك تمثيل تمثيل إذن المجالات التي يتم مستعمال القناع إذن تمثيل سيرك إذن العروض الخاصة بالسيرك إذن سيرك يمكن أن نضيف كذلك استعراض أو كارنفال إذن استعراض إذن استعراض ويمكن أن نكتب إذن كمرادف أو كمفردة تنتمي لمجال القناع إذن كارنفال كارنفال نمر الآن إلى السؤال الموالي أبحث في معجم اللغوي عن معنى كارنفال إذن كارنفال هو احتفال واستعراض شعبي يجمع بين السيرك والاحتفالات الشعبية التي تجوب الشوارع السؤال الموالي أبحث في أحد القوامس عن معنى ابتكرة إذن ابتكرة يعني اخترع وأنشأ وابتدع شيئاً غير مسبوق إلي يعني جاء بشيء جديد لم يتم الوصول إليه مسبقاً أو اختراعه أو إنشاؤه مسبقاً أو صناعته السؤال الموالي إذن سنمر الآن إلى أسئلة الفهم السؤال الأول ما الذي يميز الناس عن بعضهم بعضاً؟ إذن سنجيب ونقول يتميز الناس عن بعضهم بعضاً بالتقاليد والعادات التي استطاعوا ترسيخ أسسها السؤال الموالي ما أبرز ما تتميز به الثقافة الإفريقية إذن من أبرز ما تتميز به الثقافة الإفريقية ثقافة القناع السؤال الموالي فيما ظهر تأثير القناع في الفن التشكيلي إذن سنقول ظهر تأثير القناع في الفن التشكيلي حيث اتخذت أعمال فنية شهيرة للقناع كموضوع لها سؤال موالي بما ارتبط القناع في الحضارة الإفريقية؟ إذن ارتبط القناع في الحضارة الإفريقية بالحيوان الذي يعتبر رمزا لبعض الحالات والصفة التي يعبر عنها كل مجتمع إذن نمر الآن إلى أسئلة أفكر السؤال الأول إلى ما ترمز الأقنعة في الحضارة الإفريقية؟ إذن سنجيب ونقول ترمز الأقنعة في الحضارة الإفريقية لدلالات متنوعة فمنها ما يرمز إلى النمو المزهر للمزروعات ومنها ما تم فيه الجمع بين السمات البشرية والسمات الحيوانية وهناك أقنعة مرتبطة بأماكن وجود الماء السؤال الموالي يرتبط القناع الإفريقي بالبيئة ارتباطا وثيقا؟ إذن ارتباط القناع الإفريقي بالبيئة يتجسد في التعبير عن مكونات البيئة إذن فالإنسان الإفريقي جعل من القناع وسيلة للتعبير عن مكونات البيئة برموز كاتخاذ الحشرات والطيور شكل مادي للتعبير عن الماء مثلا سؤال موالي تتميز مدينة الصاويرة بمهرجان موسيقي عالمي يعبر عن الحضارة المغربية الإفريقية؟ أتحدث عن إذن المهرجان الذي يتم تنظمه على مستوى مدينة الصاويرة هو مهرجان جناوة إذن سنجيب ونقول تنظم مدينة الصاويرة كل سنة مهرجان جناوة الذي يعبر عن الحضارة المغربية الإفريقية من خلال الموسيقى التي تستمد ألحانها وإيقاعاتها من القارة الإفريقية إذن السؤال الأول من أقرأ وأحلل ما الفكرة المحورية التي يدور حولها النص؟ إذن الفكرة المحورية ثقافة القناع الإفريقي واعتباره شكلا من أشكال الحضارة الإفريقية أحدد فكرة الفقرة الخامسة إذن الفقرة الخامسة التي تحدثت عن الحيوان أو ارتباط الأقنعة الإفريقية بأشكال الحيوان للتعبير عن البيئة إذن سنقول ارتباط الأقنعة الإفريقية بأشكال الحيوان للتعبير عن البيئة استخرج من النص جملة إخبارية إذن يمكن أن نكتب كمثال لجملة إخبارية المدرسة التكعبية التي ينتمي إليها الرسام الإسبانيو الشهير بابلو بيكاسو إذن هذه الجملة فهي إخبارية يخبرنا فيها كاتب النص بأن الرسام بابلو بيكاسو فهو ينتمي إلى المدرسة التكعبية سؤال موالي أبدي رأيي في قول الكاتبي تتميز الحضارة الإفريقية بكثير من الغناء والتنوع إذن أتفق مع قول الكاتب بطبيعة الحال فالحضارة الإفريقية حضارة غنية ومتنوعة الروافد السؤال الأول أركب أستعين بأسئلة الفهم لألخص النص الشفاهية ثم كتابة إذن سأقترح عليكم التلخيص الآتي النص مقالة ثقافية تسلط الضوء على عمق الحضارة الإفريقية وتأثيرها في الحضارة الإنسانية وقد أشار الكاتب إلى أهم مميزاتها وهو ثقافة القناع الذي استخدمه الإنسان الإفريقي للتعبير عن ارتباطه ببيئته ومدى حبه لها واعتمده كشكل من أشكال التعبير عن حاجاته إذن هذا هو التلخيص السؤال الأخير أستخرج القيم الموجودة في النص إذن القيم التي تم الإشارة إليها بشكل ضمني في النص إذن تعايش بطبيعة الحل بين مكونات القارة الإفريقية من شعوب إلى من شعوب وأوطان ثم الانتماء إذن الانتماء للقارة إذن الفخر والافتخار بالانتماء إلى هذه القارة والإبداع إذن الإبداع عندما نتحدث عن أشكال القناع والرموز التي تم توظيفها إذن في هذا القناع الذي يعبر بشكل أو بآخر عن مدى غنى وتنوع الحضارة الإفريقية إذن أصدقائي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو معيدنا إن شاء الله يتجددوا مع بقية الدروس دائما على نفس القناة إلى اللقاء